موسيقى اللي بنا مصر كان في الاصل طلعت حرب الطبع الاولى في قناة دريم اهلا بكم هذه حلقة خاصة عن رائد الاستقلال واحد قادة الاستقلال في تاريخ مصر الزعيم الاقتصادي الوطني المصري طلعت حرب لما تبص على مصر هتلاقي كتير من اياد طلعت حرب في كل مكان في مصر لو جيت تركب طيارة مصر للطيران اللي اسسها طلعت حرب عايز تعمل اي رحلة مصر للسياحة اللي اسسها طلعت حرب عايز تاخد قطن وتحلجه شركة حليج الاقتان الاساسية في مصر طلعت حرب طيب نسيج شركة المحلة الكبرى الغزل والنسيج طلعت حرب شركة كفر الدوار طلعت حرب طيب عايز تمشي بحري شركة الملاحة البحرية شركة الملاحة البحرية طلعت حرب طيب عايز تعمل اي حاجة في مصر هتلاقي ايادي طلعت حرب في كل مكان في مصر من مصر للطيران لمصر للسياحة لمصر للتأمين للغزل والنسيج للمناجم للزيوت لمعظم الصناعات اللي موجودة في مصر مين طلعت حرب؟ مين الحلوان ده اللي بنى مصر واللي عمل خمسين شركة عملاقة في عمره الاقتصادي الذي خرج بمصر من اقتصاد تبعية تابع الاحتلال بريطاني الى اقتصاد مستقل وطني محترم لابد انحني احتراما وتقديرا واجلالا ان في زعيم عظيم بوزن طلعت حرب كان في هذا الوطن وفي زمن يوسف بطرس غالي نقدم لكم اليوم طلعت حرب فاصل ونبدأ اشتركوا في القناة عندك احتلال انجليزي في مصر مزهقك وعمل لك قرف عام في البلاد ومطلع عينيك في مصر وراكب على نفسك في كل حتة عايز تخلص من الاحتلال البريطاني طيب خلصت وبعدين تاكل منين وتشرب منين وتصنع منين وتلبس منين وتتحرك ازاي في حاجة اسمها الاقتصاد فالاستقلال له بعد سياسي ان ما فيش اي محتل تدنس قدمه ارض مصر لكن في جزء اقتصادي انك تكون وطن محترم عنده اكله وشربه واصنعته ثقافته وعنده استقلاله الكامل في كافة الصناعات او في مجالات الصناعة والزراعة ومجالات الاقتصاد المختلفة في مصر طلعت حرب هو اللي عمل الاستقلال الاقتصادي لمصر طلعت حرب من منيا الامح شرقية وبدأ طلعت حرب حياته في 25 نوفمبر 1867 اللي هو تاريخ ميلاده وزي ما قلنا في منيا الامح شرقية مصر وقت ما جاء طلعت حرب كان يحكمها الاجانب في السياسة والاقتصاد يعني مصر محتلة في انجليز موجودين عندنا ومصر كمان كسيحة اقتصاديا في موجهة الاحتلال البريطاني كل الفلوس عند الانجليز كل الخير عند الانجليز كل فايدة في البلد عند الانجليز وإحنا يا دوب اللي عندنا ملاليم اللي بيمتلكها المصريين لو جينا مثلا لأسنة 1902 هللاقي ان كان رأس الماء الاجنبي في مصر 43 مليون جنيه ده رقم كبير جدا وقتها احنا بقى كل المصريين اللي كان عندهم رؤوس اموال ما يكملوش 2-3 مليون ودول 43 مليون لما جاءت الحرب العالمية الاولى سنة 1914 كان 100 مليون جنيه حجم رؤوس الاموال في مصر منهم 8 مليون جنيه لنا لكل المصريين 92 مليون جنيه اجانب يعني كان كل رأس المال المصريين 8% والاجانب 92% والاجانب كان كل اللي يهمهم انهم يعملوا شفية فلوس هنا وياخدوا الفلوس اللي هنا يحولوها على بلادهم سواء كانوا انجليز او فرنسويين او طليان او من اي دولة اجنبية قادمين منها الحاجة التانية كان كل استثمار الاجانب او اغلبه في الزراعة لان الزراعة مفيدة للدول ديت انما الصناعة لابد ان مصر تظهر لدولة نفيهاش اي صناعة فكان حجم الاستثمار في الصناعة 6% انما كل الفلوس دي رايحة على الزراعة علشان خاطر هم عايزين المنتجات الزراعية بتاعتنا اما عايزين قطنة او عايزين اي منتجات اخرى يعني مصر كلها مجرد مزرعة للناس الاجانب اللي عايشين خدوا كل خيرها وبيطلعوه برا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة